اشتركوا في القناة واذا ما كان اكبر بس هاد المرة ما راح ينزل على بلاي ستيشن 3 ولا راح ينزل على اكس بوكس 360 طبعا هذا الشي كبير معناته ان احتمال انشوف ابداع اكثر من شركة بنجي في لعبة دستيني لان ما راح تنربط بالالد كانسلز او الالجنرايشن راح تكون بس كلمة مركزة على بلاي ستيشن 4 وتركز على اكس بوكس 1 فاتوقع ان نشوف ابداع اكثر من بنجي شن راح يجيني في هذه الاكسبانشن راح ينزل نيو كامبين راح يكون فيه سينماتيك ستوري راح يكون في مهم ماي جدي جديدة ورح يكون فيه كويست لاين جدد هذا الشي اول وشي ثاني راح تكون فيه ثلاث اماكن نقدر نزورها في الارض اتوقع اذا ما خبضني هذا الاتكم قاله الكوزمدروم فالكوزمدروم يعني كوكب الارض وشي الثالث راح يكون فيه ريد جديد بيكون مع الريد ينزل سترايكات جديدة ورح تكون فيه سترايكات قديمة مجددة حاق نحصل فيها ريواردات اجدد وافضل ورح يكون فيه بترون مشن وبوبليك ايفن جدد حلو حلو وطبعا راح يكون فيه منصيب كروس راح تكون فيه خرايا جديدة وفيه اطوار جديدة وفيه خاصيات جدد بس هذه الخاصيات جدد ما تكلموا عنه بالتفصيل قالوا راح نعرف هذه الاشياء في ايثري وان شاء الله نشوف ايثري على الابواب يعني ما باقي شي ونشوف كل شي عن دستيني في ايثري ومن ناحية الشخصيات تكلمت بنجي في البث المباشر اللي حقهم قالوا ان فيه شخصية جديدة راح نشوفها بس ما حددوا اي نوع من الشخصية هل راح تكون شخصية جديدة مثل هنتر وتايتن والوارلوك نلعب فيها او شخصية جديدة راح نز ونأخذ منها كوست لاين جدد فخلينا تنزل هذا التحديث وراح نشوفها إن شاء الله وكيف فضحها راح يكون ومن ناحية الليت والأسلحة هذا الأشياء طبعا راح تتجدد كلها بالكامل وراح ترتفع بارتفاع كبير بس الرقم المحدد حاليا مو أعطونا إياها الشركة ولا أتكلموا عنه قالوا إن شاء الله راح نحدد في المستقبل وراح نعطيكم خبر أول ما نحدد طبعا الدروع اللي عندك أكيد راح راح تكون لها صلاحية والأسلحة راح تكون ضعيفة فتضطر أنك تدور أسلحة جديدة ودروع جديدة للشخصيات الموجودة عندك وآخر معلمات راح تكون معانا عن سلاح القيلهورن طبعا سلاح القيلهورن إذا ما تعرف شنو السلاح هذا واحد من أندر وأقوال أسلحة موجودة في عالم بستاني وأكثر سلاح استخداما على الأطلاق فهذا السلاح راح يرجع بنسختين النسخة الذهبية والنسخة السوداء النسخة الذهبية راح تحصلها عن طريق كويست لاين موجود في التور تخلص كويست والسلاح راح تحصل هذي النسخة الذهبية أو النسخة العادية أساساً بس إذا تبقى لهورن الأسود لازم تسوي تسوي pre-order إلى rise of iron وراح تلقى هذا السلاح وإذا تبي معلومات أكثر عن دستاني إذا بس تبي معلومات أكثر لا تنسى الضايك ولا تنسى الفيفورت ولا تنسى السبسكرايب وأهم شيء الشيء يا شباب السبسكرايب والشير شيء مهم في الحياة فإذا تبي معلومات أكثر لا تنسى تسوي هذه الأشياء التي قلت لك عنها وإن شاء الله نوعدكم بكل معلومات جديدة راح تنزل عن لعبة دستاني راح تشوفونها في القناة موجودة عندنا ونشكوا مع آخر الفيديو جاي سلام عليكم